الثلاثة دول عليهم دول كبير بمناسبة الثلاثة دول قول لي بقى بالمرة شايف التشكيل أنسب للنادي الآلي في المباراة بشكل عام يكمين طيب التشكيل الأمثل بالنسبة لي للنادي الآلي بناء على اللي احنا منتكلم فيه انت محتاج في خط الدفاع محمد بنعم لها غناء عنه طبعا هنتكلم على الشناوي نتكلم على محمد هاني باكرايت ان هو أفضل لواحد دلوقتي يجهز حتى يجهز أكثر من أكرب طبعا ما فيش قد نشك أنه ممكن يبتدي أنا بفضل ياسر إبراهيم على رامي ربيعة نظرا للأطوال الكتيرة جدا جدا اللي موجودة على النادي تحدي جدا سأتكلف بنزيمة بتتكلم فيه فابينيو بتتكلم فيه أحمد حجازي أطوال كبيرة جدا خصوصا فيه دربات ركنية تبع عندك مشكلة كبيرة جدا فياسر إبراهيم فضلته على رامي ربيعة مرارة عطية في دور اللعيب رقم 6 وقال يودانجو وإمام عشور في دور اللعيب رقم 8 ولكن أتمنى من إمام عشور يبقى الشارس سوية في الارتداد الدفاعي وطبعا بيرسي تاولا غنى عنه على الناحية المين وحسين الشحات لاغنى عنه على الناحية الشمال ومحمود عبد المنعم كهربا قولا واحدة هو فيرود النادي الأهلي الأساسي التشكيلة دي أفضل تشكيلة من وجهة نظري ممكن النادي الأهلي ينزل بيها أن يقدر يعمل بيها مطش كويس قدام الانتحاد الجلد السعودي النادي الأهلي يقدر يا كريم النادي الأهلي زي ما بقولك كده النادي الأهلي مايتخافش علي خالص